أعوذ بالله السميع العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل أيها محمد عليه الصلاة والسلام عدوا في عداوة مع جبريل ده فالياموت في غاضبه يعني كل من كان عدوا لجبريل لأنه نزله على قلبك أي نزل القرآن هذا القرآن بإذن الله مصدقا مؤكدا مما بين يديه بفور هنا معنى أمام اللي أدامه يعني أي بمعنى the Torah and the Injil gospel and the guidance يوما مصدقا لما بين يديه وهدى and the guidance هدى and the glad tidings وبشرى glad tidings أخبار سعيدة بشرة for the believers للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قال محمد صلى الله عليه وسلم whoever is an enemy to Jibreel let him die in his fury for indeed he has brought it down the Quran down to your heart by Allah's permission confirming what came before it i.e. the Torah and the Injil gospel and the guidance and glad tidings for the disbelievers يَعْلَنَ اللَّهُ وَيَّاكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَهُمْ هَذِيهِ الْبُشْرَى وَالْهُدَى اللَّهُمِنِينَ May Allah keep us of those who has these glad tidings and of those believers والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته